سلام عليكم عزيزي المشاهدين اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معنا مراكبة مسلسل سكوت بيلي جرام تيكس او فتابعوا معي الفيديو ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكد ان انتم مشتركين في قنا نفعلين الجرد عشان نوصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ تنقلب حياة سكوت بيلي جرام رأسا على عقب عندما يتقي برامونا فلاورز التي يقع في حبها ولكن اولا يجب عليه التغلب على احباؤها السبعة السابقين الاشرارة طبعا عالم سكوت بيلي جرام مش جديد علينا وشفناه قبل كده في حاجات ياما هو كان كوميت بوك اساسا شفناه قبل كده فيلم سكوت بيلي جرام بيرز الزاورل اللي بيتعتبر واحد من الافلام المفضلة لناس كتير فهل هل المسلسل ده هيكون قادر على ان هو يرضي جمهور سكوت بيلي جرام ولا لا اتكلم عن مزلزة القصة والسيناريو تقديم العالم اللي موجود معنا في المسلسل بيحصل بالزبط زي ما حصل في الفيلم لدرجة ان انت هتتخيل في الاول ان الاحداث هتكون هي هيها ولكن بنتكلم في مسلسل لكن مع نهاية اول حلقة هتلاقي لا ان الاحداث متغيرة يعني مش الاحداث مش هيها الموجودة في الفيلم لان المسلسل بيقدم لك قصة خاصة دي بعيدة تماما عن قصة الفيلم وده معنا ان انت هتشوف احداث مختلفة واتوستات هتكون بالنسبة لها غير متوقعة ولكن ده للأسف عمل شوية مشاكل في القصة اولهم ان طبعا موضوع اسمه يعني القصة كلها تتكلم عن ولكن مع مرور احداث القصة هتلاقي ان واحدة واحدة مش هو الشخصية الرئيسية اللي موجودة معنا المسلسل بيتكلم كله عامة حوالين شخصية رامونا في الوقت اللي تعتبر ان هي الشخصية الرئيسية اللي موجودة معنا مش وحاجة كمان ان الاحداث كانت ماشي حلو ولكن بعد مرور بعض الحلقات يعني الواحد تبدأ اللي هو من كتر الحاجات الغريبة اللي عملها تحصل ينسى احنا كنا يعني احنا ايه اللي وصلنا لكده اساسا احنا ايه اللي خلنا نروح كده راح تبدأ ينسى اصلا الهدف الرئيسي من المسلسل والحاجة اللي هو بيتكلم عنها يعني الحدث الرئيسي اللي حصل والمفروض ان احنا بندور بقى على الحاجة بتاعته دي دي الوقت لا الموضوع قاعد ياخدنا في دواير تانية وحاجات كتيرة قوي ملاهاش علاقة باللي بيحصل. ده اخر طبعا اكبر عيب موجود معنا وهو الاجندات ولمسات نيت فليكس اللي موجودة. القصة الاساسية عموما فيها اجندات ولكن نيت فليكس بقى خدتها تغوارتها ونشرت كل الاجندات بتاعتها في كل حتة. يعني في بعض الجوانب الرومانسية اللي كانت موجودة في القصة اللي كانت هتبقى حلوة جدا ولكن نيت فليكس دمرتها باجنداتها الخاصة اللي لازم تعملها في كل اما بالنسبة للاخراج والصورة البصرية فالرسومات اللي كانت موجودة كانت حلوة كانت غريبة وجديدة شوية عن المعتاد وجانب تقديم الاحداث وجانب تقديم المعارك والقوى الخارقة اللي موجودة وسطيل الالعاب اللي الرتم ماشي به. الحاجات دي كلها كانت كويسة والصورة البصرية هنا حلوة. يعني الاغاني اللي بتتعامل المزيكة المستخدمة بالنسبة للاخراج كصورة بصرية وصورة صوتية كان حلو جدا. اما بالنسبة للأداء الصوتي فالمميز في المسلسل ان تقريبا كل الناس اللي كانت موجودة في الفيلم هي هي موجودة وهي هي اللي بتعمل الاداات الصوتية بتاعتها. وبالتالي مش هتواجه اي مشاكل مع الاداات الصوتية. قيم المسلسل سكوت بالجرام تيكس اف هو ستة ونص من عشر. المسلسل بدأ بداية كويسة جدا بنفس اجواء العبارة بتاعة الفيلم بنفس العالم الحلو اللي احنا بنحبه. ولكن بدأ بعد كده ياخد بعض الخطوات اللي يعني قللت منه شوية ما يخلطوش زي وزي الفيلم. فبالنسبة لو انت اول مرة تشوف العالم ده كله فلأ ارشح لك الفيلم اكتر من المسلسل. وبس كده هتزال مشاهدين انكم خرص فيديو النهاردة ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفاعلين الجرس عشان نشتراكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.